وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار الكاتب الصحفي محميد المحميد أهلا بك في نشرة الأخبار وفي استوديو مركز الأخبار أستاذ في اعتقادك ما أهمية انعقاد مؤتمر حوار المنامة في هذا التوقيت في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم بالتأكيد نحن نتكلم على حوار المنامة نتكلم أيضا على الثقة الدولية التي حصلت في مملكة البحرين فإقامة هذا المنتدى على مدى 19 مرة وبالتالي هناك ثقة من المنظمين ثقة من الدول أيضا من المشاركة ثقة من المشاركين هناك رسالة بحرينية وهي بحرين دائما تدعو إلى الأم والسلام والحلول هناك منصة يتلاقى فيها أصحاب القرار وأصحاب السياسات والأكاديميين وغيرهم وبالتالي أيضا نحن عندنا أن هذه نقدر نقولها الآن وبكل فخر واعتزاز أن حوار المنامة أصبح من الأسلحة الناعمة لمملكة البحرين وبالتالي التوقيت الذي تبذلت فيه هو توقيت جدا مهم جدا حساس ليس للمنطقة فقط ولكن إلى العالم وهو الحرب في غزة وهذا التوقيت وهذا الموضوع أيضا تقع على كل الجلسات الجلسات بعناوينها المتعددة في الحرب والدبلوماسية التعامل في دائرة التنافس الأمن والطاقة مستقبل الشرق الأوسط كل عنوين الجلسات أيضا انصبت على الأمور هناك نقطة مهمة وهي مستوى الحضور ونوعية الحضور أتكلم على 450 شخصية موجودة هناك 40 دولة هناك العديد من المؤسسات من الممثلية الاتحاد الأوروبي ووزراء وكلا وزارات مساعدين أكاديميين أصحاب قرار حتى أيضا برلمانيين بجانب أيضا التغطيات الإحلامية ما يقوم بها أيضا تلفزيون البحرين جد 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 جبار وإذا كانوا الحضور 450 فهناك ملايين أيضا تبعوا هذا الحدث المهم وهو حوار منام أستاذ محميد لا شك أن المؤتمر تضمن خطاب سمو ولي العهد وهو من أبرز المضامين التي كانت في هذا المؤتمر ما هي قراءتك لخطاب سمو ولي العهد في المؤتمر؟ خطاب سمو ولي العهد رئيس مجلس الزراء الله حفظه هو خطاب العقل والحكمة خطاب أكد على قوة المنطق قوة الحجة بكل شجاعة وصراحة هنا تابعنا الحرب في غزة وتابعنا الخطابات والمؤتمرات والاجتماعات ولكن في هذه المرة وهذا الخطاب فاجأ الجميع كانت هناك مدولات عميقة مفصلية صريحة واضحة هناك سرد تاريخي كما قال سمو ولي العهد الحرب في غزة لم تبدأ في 7 أكتوبر ولكنها من 75 سنة أيضا تطارق إلى الأمور المستقبلية تناول أيضا موضوع الإنسان وموضوع الطفل خصوصا في بداية الكلمة من الغريب أن العالم سيحتفل غدا في 20 نوفمبر بيوم الطفل العالمي والعالم الآن يشهد ما يتعرض له الطفل الفلسطيني بالتأكيد ما أكد عليه سمو ولي العهد على حل الدولتين الرؤية المستقبلية لاستقرار المنطقة وضع خطوط حمراء وسياسة جدا مهمة وهي عدم التهجير القسري عدم إعادة الاحتلال عدم تقليص حدود غزة أو أيضا عدم الإرهاب فهناك رؤية شاملة مانعة واضحة ومحددة قوية وشجاحة وصريحة أعتقد أن خطاب سمو ولي العهد رئيس مجلس الزراء أيضا انعكس على كل الجلسات وبالتالي من يتابع الجلسات يلاحظ أيضا استمدت من خطاب سمو ولي العهد كربان سفينة حدد البوصلة كطبيب ماهر شخص الوضع ووضع الحلول وناشد وطالب العالم والمجتمع الدولي لمعالجة الوضع وإيقاف الحرب لا يهمنا الآن من المعتري من المتسبب ولكن الآن الإنسان أولا إيقاف الحرب نعم يعني أستاذ المتحدثون في المنتدى أكدوا خلال كلماتهم بل نقول أجمعوا على ضرورة انتهاج الحلول السلمية للخروج من الأوضاع السياسية التي تعيشها المنطقة فكيف ترى أهمية ذلك في ظل هذه الأوضاع خصوصا أنك ذكرت أنهم يأتون من كل أنحاء العالم نعم دائما يعني في الحروب هناك حالين أما يكون الاستسلام غير المشروط من جهة أو التسوية الحاصل في الحرب في فلسطين عموما لن يكون له إلا من خلال التسوية وليس من خلال الاستسلام 75 سنة الحرب مستمرة لا بد هناك من التسوية وهذا ما دعا له سمولي العهد في إقامة الدولة حقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أيضا الآن والاستغرار للجميع تمكن استغرار للشعب الفلسطيني وحقوقه أيضا الاستغرار في المنطقة عموما الدعوة إلى وقف الحار ووقف العنف العنف يوارث العنف الشعوب هم ضحايا الحروب وبالتالي لا بد من إيقاف هذا وهذه الأمور انطلقت في حوار المنامة ومن الجميل أيضا أن تم أيضا الدعوة إلى تشكيل تحالف دولي لحماية الإمدادات الطاقة الدعوة إلى إقامة قمة دولية للسلام وهذه دعا لها سعادة وزير الخارجي البحرين دكتور عبدالطيف الزيان وأعتقد أن تبلورت هناك رؤية واضحة لدى المجتمعين في هذا الموضوع نعم ربما نختم هذا اللقاء بأن نتمنى الأمن والاستقرار للمنطقة إن شاء الله عاجلا غير آجل شكرا لك الكاتب الصحفي محميد المحميد على تواجدك معنا شكرا شكرا شكرا